السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعقبة المتقين والعدوان إلا على الظالمين الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العبادة حائل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والشريك والمشاكل هو الواحد لا من قلة هو الحي لا من علة أول بلا بداية آخر بلا نهاية كل شيء قائم به كل شيء خاضع له هو عز كل زليل وغنى كل فقير وكوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وكدوتنا وأسواتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل العربي الكراشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل أرى كل متحل للنبي مقصرة وإن سطرت كل البرية أسطرة فما أحد يحصي فضائل أحمده وإن بالغ المسن عليه أكثر إذ الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فضلا من الله أكبر وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما يمدح الورى اللهم صلي ويسلم ويزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتد بهده واستنى بسنته وقتف أثره إلى يوم دين ثم أما بعد هياكم الله جميعا أيها المشهدون الكرام بياكم وجعل جنة مسوانا ومسواكم وأهلا وسلم ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب حلقة تحت عنوان لهيب الأسعار لهيب الأسعار أعيروني القلوب في حلقة اليوم قبل الأسماع لأن موضوع النهاردة محتاج من أن نسمعه بقلوبنا قبل آذاننا وقبل أسماعنا أعيروني القلوب قبل الأسماع فإن الموضوع من الأهمية بمكان والله أسأل أن يجعل عملنا صالحة والوجه الكريم خالصة ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والستدادة والإخلاص والقبول إنه نعم المولى ونعم النصير تتنوع المصائب وتتنوع البلاية ولكن تبقى المصيبة ويبقى الابتلاء في المال والعرض والنفس من أشد المصائب ومن أشد البلاية التي يقف مع الحليم حيرانا ومن تلكم المصائب منذ أشهر منذ أشهر ليست بالبعيد اكتاح العالم كله مش أقول بس بلادنا فقط العالم كله اكتاحده واكتاحه وحش كاسر كشر عن أنيابه افترس ما تبقى ما تبقى من طبقة الفقراء وألحق بهم الطبقة الوسطى من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بلا ألا وهو غلاء الأسعار أو لهيب الأسعار أو جنون الأسعار أو ارتفاع الأسعار قضية صعود الدولار وارتفاع الأسعار خاصة في الأوان الأخيرة وطبعا كتير من الناس لما يسمع كده يقولك أكيد بسبب أمور سياسية بسبب حروب قامت بين دولتين معايتين ولكن الصحيح والحقيقة أنه ما غلت الأسعار وما ارتفعت الأسعار إلا بسبب زنوبنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قضية صعود الدولار وارتفاع الأسعار في هذه الأوانات الأخيرة وفي هذا الواقع المعاصر قضية اشتعلت في مجالس الكثير من الناس لا تكاد تجلس في أي مجلس في واقعنا الحالي وفي أي يوم من أيامنا الحالية إلا وتلاقي حديث الناس كلهم عن ارتفاع الأسعار عن أسعار السلع يطرع السلع النهاردة كانت بكام في ظل جنون وارتفاع ولهيب الأسعار وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وأن يفتح علينا بركات من السلع الأرض إنه على كل شي قدير عاوز أقول أن يكتب الناس الآن الآن في ظل هذه القضية وفي ظل الحروب بين دول بعض الدول على إثرها ارتفعت وغلط الأسعار ولكن عاوز أقول وفي السماء رسوكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحقكم مثل ما أنكم تنطقون زي ما قلت من شوية أن ارتفاع الأسعار مش فيسبب حروب سياسية مش فيسبب حروب دولتين لا الحقيقة إنه بسبب زنوبنا وما أصبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وشوف ختام اللي آية ربنا بيقول إيه ويعفو عن كثير يعني ربنا بيعفو عن كثير من زنوبنا ومعاصينا وسيئاتنا وأما هذه الابتلاءات وهذه المصائب التي على رأسها ارتفاع الأسعار بسبب القليل من زنوبنا وما أصبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أنت عارف إبراهيم بن أدهم يقولوا في يوم الأيام غلط الأسعار جم ناس واشتقولوا خلي بقى غلول الأسعار ده مش مرتوط بحكمة معايا من الزمان لا ده في كل أزمنة موجود ارتفاع الأسعار وغلول الأسعار وجنون الأسعار ولهيب الأسعار مش دايما بتسمع الناس يقول لك العوامي يعني يقول لك الأسعار بقت نار بقت لهيب بقت وحش كاسر بيفترس كل الفقراء وكمان الطبقة الوسطى من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله فناس جم لإبراهيم بن أدهم في زمن من الأزمنة شوف عهد إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن أدهم ده كان من الزهاد كان عالما عابدا زاهدا ورعا تقيا فبقولوا لي يا إبراهيم ما غلط الأسعار ما غلط الأسعار قل لي هنعمل إيه الأسعار اتفعت الأسعار بقت نار هنعمل إيه يا إبراهيم فقال والله ما علي حتى لو كانت حبة القمح بدينار لم ولا يهمني ولا يفرق معايا حتى لو حبت الأمح الوحدة بس كده بقت بدينار ولا تفرم معايا علي أن أعبده كما أمر وعليه أن يرزقني كما وعدني شوف الكلام افتح لقلبك واسمع الكلام ده وفي الإعادة إفادة وما تقرر تقرر قال لهم وما علي حتى لو كانت حبة القمح بدينار علي أن أعبده كما أمر وعليه أن يرزقني كما وعدني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو الكوة المتين إذن الشرط الأساسي أن تعبده سبحانه وتعالى كما أمر عشان كده بقولك إذا كنت في نعمة فرعها إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وصلها بطاعة رب العباد فرب العباد السريع أن يقوم يا ما في نعم كتيرة كنا غير أنين فيها للنهار ما عرفناش إيمتها غير في هذا الزمان غير لما علت الأسعار وارتفت الأسعار وجنت الأسعار وأصبحت هناك لهيب الأسعار وحش كاسر يفترس الفقراء والطبق الوسطى للمسلمين فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وصلها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع أن يقوم دور التاجر في ظل ارتفاع الأسعار دور المستهلك أنا وإنت دورنا إيه في ظل هذه الظاهرة في ظل ارتفاع الأسعار يوما بعد يوم دور الشباب في مواجهة هذه الظاهرة وأنا نتكلم أثر الاستغفار والتوبة في مواجهة هذه الظاهرة هذه النقاط وغيرها نتحدث عنها بمشاهة الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان لهيب الأسعار والذي أرحب فيه بداية بأخي وحبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز أخي الحبيب الشيخ هازم فوزي أشخي هازم حياكم الله وبيعكم ربنا بير فيك ويحفظك الشيخ هازم فوزي من الدعاء الشباب يعني مش أضاء من أصحاب السمت الطيب أحسبه مما نوضع له القبول في الأرض جعله الله تبارك وتعالى سببا في داية العديد من الشعب المسلمين فلأن يهدي له بك رجلا واحدا خير لكم من حور النعم فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك البلاد والعباد وأينما حللت حيث مرتحلت أيضا أرحب في هذا اللقاء بأخي وحبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجير الجميل في تراوة القرآن الكريم وأيضا في الأنشيط الإبتعات الإسلامية أخي الحبيب الشيخ محمد بيش وطبعا نجيز الله خيرا وشكر الله الشيخ محمد بيش هو طبعا سبب يعرفنا على الشيخ حازي وفوزي ربنا بيش فيكم وأصلا الله نديما بينكم المودة والمحبة والصداقة والأخوة إنه على كل شيء قدير الشيخ محمد نبدأ مع الشيخ محمد بيش وننتكلم النهاردة لهيب الأسعار وكثير من الشباب ممكن يسأل دلوقتي وإحنا في برنامج مع الشباب إحنا ليه بنتكلم عن الموضوع ده إحنا دائما بنحاول ننزل الواقع برنامج مع الشباب ننزل الشباب لأرض الواقع ما فعش هنتكلم في واد وما يمر به الشباب وما يمر به الأمة في واد آخر طبعا لهيب الأسعار وارتفاع الأسعار هي قضية التي يتحدث عن ناس ليلة نهار ولا يكاد يخلو المجلس الشيخ محمد إلا وحديث الناس ليلة نهار صباح مساء عن ارتفاع الأسعار وعن لهيب الأسعار وعن جوني الأسعار فعوزين نذكر المشاهدين وإحنا في هذه الحكمة من الزمان نذكرهم بقول الله تبارك وتعالى ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ قالوا إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَعَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أَزَيْكُمْ وَخَيْرًا بَارَكَ اللَّهُ فِيْكُمْ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ من يرد عنها شيء محمد يا ربو ينفع بكم يا ربو شيء حازم يمكن كما ذكرته عنه موقف ابن ابن أدهم لما قال له الناس غلط الأسعار فقال وما علي حتى لو كان حبة القمح بدينار علي أن أعبده كما أمر وعليه أن يرزقني كما وعدني ويروى أيضا عن أحد السلف الصالح لما اشتكوا إليه برضو من غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار فقال إن الذي يرزقنا في الرخص هو الذي يرزقنا في الغلاء سبحانه وجل في أولاه في الأولياء الأخيرة وخاصة في الأيام الماضية القليلة مع ارتفاع الأسعار ومع جنون الأسعار في كل شيء الصراحة بيتلاقي حازم أنه حتى ماشي في الطريق في المواصلات بدأ يبين على وجوه الناس ولكن هذا الأمر للأسعار برضو موجود من زمانه ولكن بدأ يطلح جلياً ظهور علامات الهأس والإحباط على وجوه كثير من الناس بسبب ارتفاع الأسعار فماذا نكون لهم؟ الحمد لله الحمد لله الذي شرع صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك ولو الحمد إلها أحدا فرضا صمدا لم يتغس صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وعلى آله وأصحابه ليوز الندى وليوز العدى صلاة وسلاما دائمين متلازمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد أحبتي في الله أقول فلما اليأس؟ حقا دكتور حقا أحبتي في الله أجد ريحا عاتية تجداح كثيرا من الكلوب نظرا لهذا الواقع المرير لكن أحبتي في الله أرى إن من أخطر ألوان الهزيمة أن تمتلئ القلوب باليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل أكرر إن من أخطر ألوان الهزيمة أن تمتلئ القلوب باليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل المؤمن لا يعرف لليأس طريقا لأنه على ثقة مطلقة بوعد الله عز وجل وبعد الصادق المصدوك صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين صرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فلما اليأس أحبتي في الله لابد أن نترك اليأس خلفنا ونرضى بما قسمه الله لنا فما أجمل منح الله عز وجل وما أجمل منعه جل فيه وعلا فما أجمل هذه اللطيفة أحبتي في الله التي قد لا ينتبه إلا القليل لها بأن المنح أعطاء والسلب أعطاء بأن المنح أعطاء والسلب أعطاء أعطاء يصلح به العبد وهو لا يدري يقول العبد أي ربي إن أعطيتني رضيت وإن منعتني قبلت فما أجمل هذا الرضا أحبتي في الله شاهد حزم ربنا أبارك فيك إذن بنقول ولا تقومتم برحمة الله ولا تقاسوا من روح الله إنه لا يقاسوا من روح الله إلا القوم الكافرون كثير من الشباب دلوقتي بيقول إن كثير من الناس بيشوف لا ده سابرت فعل أسعار دي أمور سياسية إحنا ملناش علاقة بيها حروب بين دولتين معينة أكيد ده السبب ولكن بنقول كل شيء في هذا الكون لا يقع إلا تحت يعني علم وحكمة الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر فبنقول مش مجرد بس عشان إيه مش عشان حروب مثلا من قبيل المصادفة العمياء ارتفعت الأسعار لا كل شيء يقع بحكمة ولكن سعب الرئيس الذي تفعل أسعار وجنون الأسعار وغلق الأسعار والهيب الأسعار هو الزنوب بما كسبت أيدينا فأكيد هناك أمور قلبية وعبادات طرقناها أدت لهذه الأزمة التي نحياها في هذا الواقع قد يظن البعض أن نسعد في جمع المال وقد يظن البعض أن نسعد في بناء البيوت القصور وقد يظن البعض أن نسعد في بناء الأسر وتعدد الزوجات لكنها سعادة زائلة قد ننشغل بقضية الرزق وننسى حق الرازق جل وعلا وقد ننشغل بضعاء الرحمة وننسى حق الرحمن جل وعلا مر إبراهيم بن الأدهم رحمه الله بسوق البصرة فاجتمع عليه الناس قالوا يا أبا إسحاق ما لنا ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لنا غلط الأسعار وضاقت النفوس ما لنا ندعو الله عز وجل ولا يستجاب لنا قال لهم لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء عرفتم الله فلم تؤدوا حقا زعمتم أنكم تحبون رسول الله وترقتم سنته وكرأتم القرآن ولم تعملوا به وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها وقلتم أن الشيطان عدو لكم فلم تخالفوه وقلتم أن الموت حق ولم تستعدوا له وقلتم أن النار حق ولم تهربوا منها وقلتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها وانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا فوالله ثم والله ماتت قلوبنا بهذه الأشياء إلا من رحم ربي عرفنا الله فلم نؤدوا حقا قلنا أننا نحب رسول الله وترقتنا سنته قرأنا القرآن ولم نتدبر وقرأنا القرآن ولم نتدبر وأكلنا نعم الله ولم نؤدوا شكرها وقلنا أن الموت حق ولم نستعدوا له وقلنا أن الجنة حق ولم نعملوا لها وقلنا أن النار حق ولم نهربوا منها وانشغلنا بعيوب الناس ونسينا عيوبنا ودفننا موتانا ولم نعتبر نعم أحسنت 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 شخص يفضى فوق ربنا برك فيك وينفى بك يا رب هرجع لك مرة أخرى ونتحور مع بعض إن شاء الله بإذن الله ولكن بعد أن نسمع آيات برضو نحبنا غير الشيخ محمد بش ونتكلم هذا عن ارتفاع الأسهار ونقول عليك بتكوى الله إن كنت غفلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقرة والله رازقهم وقد رزق الحوت والطيرة في البحر ومن ظن أن رزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النساء دي بقى كلمات أنا بواجهها دي وقته للشباب اللي بيفكر اللي دي حنتجوز إزاي في وصل لغلاء الأسعار حنتجيب السعر فرينية إزاي في وصل لغلاء الأسعار خايفين عن أرسوم الفقر وإن الموجة دي موجة الغلاء دلوقتي حتفترس كل الناس الفقراء وحتى بقى الوسطى من الناس بنقولهم هذه الكلمات عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقرة والله رازقهم وقد رزق الحوت والطير في البحر ومن ظن أن رزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النساء عشان كده الموجة الحالية من غلاء الأسعار والأزمة الحالية بتتطلب مننا كلنا مننا كلنا مسلمين مسلمات شباب فتيات صغار كبار بتطلب مننا حتين اتنين أول حاجة تقوى الله تبارك وتعالى نتقل الله تاوضع وأعود إلى الله تبارك وتعالى واحد يقول لي الماكلام ده بنسمعه كتير مالكلام ده بنسمعه كتير عشان كتير من الشاب بيزع لما يسمع 그 lunar وكتير من الناس خلالات ده كلام الدرأوشة بقى إنك تفضل تقول لينا بقى تقوى الله والتوبة والكلام ده اسمعناك تر وحفظناك تير هو ده الحل هو ده الحل يعني انت لو مش هنتوب ده seconds هنتوب إمتى إحنا بعيدنا عن ربنا كتير تعال ده真socialت شوف مش هتلاقي حد مين بيصلي الفجرة دلوقتي في جماعة مين بيواظب على إقامة الصلاة الخمسة في وقتها في جماعة مفيش إلا ما راح في كتير من الناس ما يعرفوش طريق المسجد غير في الصلاة الجمعة فحسب وبعد كده نيجي نشتكي ونقول هو غلوب الأسعار جمنين هو جنون الأسعار جمنين هو لهيب الأسعار جمنين فبما كسبت أيديكم فالأزمة الحالية بتطلب منها حكتين اتنين أول حاجة نحن نتقل الله تبارك وتعالى جميعا تاني حاجة نحن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى وعتصمه بحبل الله جميعا ولا تفرق عشان كده الأمرين دول في غاية الأهمية لذلك جمع الله تبارك وتعالى بينهما في آيات عظيمة بين سورة آل عمران يا أيها الذين أمنوا تقل الله حقا تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون تعالوا نستمع لهذه الآيات بصوتة ابن غالي الشيخ محمد بشي تفضل يا شيخ محمد واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أحسن أنت أحسن جزاكم الله خير أحسن الله لكم ربنا بارك فيكم وينفع بكم ربنا الشيخ حازم نجي بقى النقطة بغاية الحمية من خلال هذه الآية التي تستمعنا لها محبنا غير الشيخ محمد بشي وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الأزمة الحالية الموجة الحالية التي نحن نمر بها كلنا والعالم كله حتى العالم كله حتى الدولة الربية بيمروا بنفس الأزمة برضو وتفعل أسعار وصعود الدولار بتطلب مننا كمسلمين أن نعتصم نتحد الكل يتعاون التاجر والمستهلك الصغير والكبير الكل عشان كالا بنقول أني حتى في الأزمة الحالية بفضل الله عشان نعرف إن الأمة فاخير فيه للأسف فيه للأسف استغل هذه الأزمة ويعني بيتعامع الناس بكل جشع وطمع ولا حول ولا قوة تالى بالله وصلى الله وسلم ومبارك على نبي حيث قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وفيه الفضل لا توجار من أهل الفضل ومن أهل الخير رغم الأزمة الحالية وإحنا أعرفهم حتى فيه كتير ناس أعرفهم معرفة شخصية رغم الأزمة الحالية لا هو لو معاك ضاع مثلا كان جايبها بالسعر الأديم يبدأ كده قبل الموجة غلات الأسعار يبهى بالسعر الأديم وفي بعض التجار بقى هم الصفوة أنا بعتبرهم هم الصفوة ما يغلوش السعر بيقول لك مثلا حتى إيه مكسب كتير ولا خسر أو العكس كما يقال يعني ما يعانيش السعر يخلي السعر نفسه هو حتى لو هكسب ما هكسب قليل يمكن فيه شفقة يكون فيه رحمة بالناس وفيه دقار تنين برضه ممكن يكون عنده سلعتين سلعة جابها بالسعر الأديم وسلعة جابها بالسعر الجديد نفس السلعة برضه بس بعد غلل الأسعار ففي بعد هنا بقى التجار ب 조명ة قسمي قسمين قسمي بقىDie Sag魔 después وحد اللى هو الجديد وفي بقى براء الله تبارك وتعالى السلعة بالسقر القديم بالسعر القديم والجديد بالسعر الجديد حشكيا بنقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بينيدي حتى شرأبت عنكوهم التجار يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ودي ممكن أهم النقطة bonito أنت كلم عنها يا شيخ حزم أحدك إن شاء الله دور التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا من اتقى وبر وصدق إلا من اتقى وبر وصدق يجن الشري للوقت يا شيخ حازم أي حاجة سلعة يقول له مثلا 2 كيلو إلا ربح يقول لك الكيلو كيلو عندنا وبنرأى ربنا هو لا يتق الله تبارك وتعالى فبنقول إلا من اتقى وبره وصدق دور التاجر المسلم في ظل هذه الأزمة الحالية ماذا يا فحل هناك أمور قد يفعلها بعد التجار لكن إلا من رحمة ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن ملك رضي الله عنه على السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو المسعر والقابض والباسط والرازق وإني لا أرجو أن ألقي ربي ولا أحد نسألني منكم أو يطلبني بمظلمة في دم أو مال النبي صلى الله عليه وسلم امتنع على التسعير في عهده لأنه يعلم تمام العلم أنها قد تكون بأفعال بعض العباد المقصوب بالتسعيرين هو تحدي السعر نعم تحدي السعر السعر امتنع صلى الله عليه وسلم بالتسعير حتى لا يظلم التاجر على حساب المستهلك ولا يظلم المستهلك على حساب التاجر امتنع صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن المدبر وأن القائم بهذه الأمور الله عز وجل وأنه قد تقع بأسباب بعض التجار أو بعض العباد فالاحتقار أحبتي في الله وهذه من أخطر الخطورة أن يحتكر التاجر ما هو الاحتقار؟ الاحتقار أن يأخذ البضائع أو بعض السلع الخاصة بأقوات الناس حتى تنفذ من الأسواق ثم يبيعها بسعر مضاعف وكثير ما هم في هذا الزمان وهذا احتقار النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا عاصي وقال صلى الله عليه وسلم من احتقر سلعة أربعين ليلة أو كما ورد في الحديث فإن الله عز وجل فإنه بريء من الله والله بريء منه أو ممكن احتكر السلعة كمان يعني بعض التجار يحتكر السلعة يبعى عارف أن ممكن مثلا بعد يومين تلاتة الدولار هيصعد أكتر ويرتفع أكتر فبالتالي أسعار تغلى أكتر فإحتكر عنده يغدلها من أسعار تغلى ويخرجها ليهم للناس فعلا وحاليا ما يفعله بعض التجار أو صحاب المتشاء إلا من رحمة ربي فمنهم كما ذكرت بعض المقلسين يراقبون الله عز وجل لا يبعونا بتاريخ اليوم يعني عندش أنا بضع أديمة وجات أسعار جديدة بأرفع السعر ولا حوله ولا قطب لا في ناس يراقبون الله عز وجل ومنهم نسأل الله العفو العافية عنده موضع أديمة يبحى بسعر الجديد ولا حوله ولا قطب إلا بالله فقد تكون هذه سبب الأزمات نحن فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه نعم دوري بقى كمستهلك دوري كمستهلك المستهلك مثلا أشتري دوري إيه في ظل هذه الأزمة الحالية أزمة غلى الأسهار هنعرف الدور ولكن بعد ما نسمع بقى يعني قصائد قصيدة محبنة غيرها شان الوقت حلقة أوشك على الانتهاء قصيدة برضو بنقول فيها لكل الناس اللي بيعانوا وكلنا بنعاني من هذه الأزمة الحالية أزمة ارتفاع الأسهار ولاهيب الأسهار بنقولهم يا صاحب الهم إن الهم منفارج أبشر بخير فإن الفارج الله شوف إحنا مرينا بكورونا ونجينا الله تبارك وتعالى وإن شاء الله ستمر الأزمة وسينجينا الله تبارك وتعالى وسيفتح علينا هذه ثقتنا في الله تبارك وتعالى وهذه ظننا في الله تبارك وتعالى فيا صاحب الهم إن الهم منفارج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفارج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله فإذ عبلي تفثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله جميل يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله هتوفرق بإذن الله تبارغ وتعالى دوري كمستهلك في ظل الأزمة الحية ماذا أفعل؟ الله يضغط محمود في هذه الأزمة يعني أقولها بالبلدي المستهلك معصور لكن أقول له اصبر يا أيها الذين أمانوا استعينوا بالصبر والصلاة اصبر فالصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل فقد يعني يحدث خلل في هذه الأزمة أو في هذا الواقع بسبب ارتفاع الأسعار المتكرر المتزايد يوما بعد يوم لكن نصبر ولابد أن نرجع إلى الله عز وجل فقد تكون هذه الأزمة الحالية أو الأزمات المفتعلة قد تكون بسبب زنوبنا نحن فلابد أن نرجع إلى الله عز وجل ونعيد الله عز وجل ونتوب إلى الله عز وجل يقول الله جل على ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنضيقهم بعض الذي عملوا فقد يكون الذي يحدث بفعل زنوبنا نحن فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل ونصبر حتى يأتي يأتي الله بالفرج وهناك حتى يعني لا نمي على القضية هناك الدولة تقوم بخدمات المستهلك ومكاتب حتى يعني إذا كان هناك بعض التجار واستغلال للسلع فهناك مكان للشكوى نعم حسنت طيب كيف نعارك بقى من منظور الدين بقى من الدعوة وده أيضا نقطة أصلية في موضوعنا النهاردة أثر الاستغفار والتوبة في القضاء على هذه الأزمة نعالج هذه الأزمات أولا بتربيت الضمير على تقوى الله عز وجل ومرقبة الله عز وجل تربيت الضمير على التقوى قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برقات من السماء والأرض لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون علينا أن نتقى الله عز وجل فتقوى الله عز وجل سبب لتفريج الهموم وضيق المعيشة قال الله جل وعلا ومن يتقى الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث ولا يحتسب علينا أن نتقى الله عز وجل نعالج هذه الأزمات بكسرة الاستغفار فالاستغفار أحبتي فلا هو أمان أهل الأرض قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم عنهارا فنعالج هذه الأزمات دكتور بالتوبة إلى الله عز وجل والرضى بالقليل ارضى بما قسموه الله لك تكون أغنى الناس نعالج هذه الأزمات بعدم الإصراف عدم الإصراف وعدم التبذير قال الله جل وعلا كلوا واشربوا ولا تصرفوا إن الله يحب المصرفين نجد العاجب العجاب في هذا الواقع نصرف المليارات على المقاهي الليلية والصهارات الخبيصة وجار ليه جائع نصرف الملايين والألاف المؤلفة على الخمر والمخدرات ولا حولها ولا قطع بالله وجار ليه لا يملك قطع يومه فقط هذه تسبب هذه الأزمات التي نحن فيها ونقطة في غاية الهمية شيخ حازم إن كثير من المستهلكين للأسف وكثير من الناس بيستغل هذه الأزمة الحالية أزمة موكة غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار فيشترع على قد ما يقدر هو لو مثلا ربنا فتح عليه مثلا مع بعض الأموال الشيء قد يقدر يقول لك أخزن عندي أنا مضمنش بكرة هيبقى في إيه السرعة دي يكون موجودة ولا مش موجودة هتغلى ولا مش تغلى فالشيء كثير عندي هو أخزن عندي ما أنه ممكن فعلا غيره يكون محتاج السرعة دي فهنقوله أخذ ما يكفيك نعم يعني أخذ كوتا يومك أخذ يومك أنت وأهلك وأولادك فقط نعم ليه تأخذ الأهمك أنت هل تعلم الغيب؟ نعم يعني وما تدر نفسه ماذا تكسب وغدا وما تدر نفسه بأي أرض أن تبود فده برضو يعتبر كإنه احتقار برضو من قبل المستهلك نعم بجانب الاحتقار اللي هو من قبل التجار نعم قد نكون هذه الأسباب بأيدنا نحن نعم يعني نسمع الأسعار على تزيد نأخذ ما يكفيني لمدة شهر أو شهرين وهذه المصيبة بده فرصة للتاجر وصاحب المنشأة لا ده أنا أخزن يا إما أبيع بالسعر العالي ده الحاجة دعتي تتسحب من السوق لأحوله وقاتل الله بالله فقد تقوين هذه الأسباب بفعالين نحن أحسن ربنا نبارك فيه وإحفاظك ورد عنك يا رب وبرضو هضيف على كلامك شخي حازم ربنا نفع بكم نقطة فغاية الأهمية برضو دور المستهلك بقى دور المستهلك وكتاجر برضو كلنا يعني في ظل هذه الأزمة يعني حكتين اتنين برضو ما ننسهمش وينكي استمعنا لهم في إليقات في بداية الحلقة يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اللي اتنين عشان بس إيه الناس كتيرين ما يفتكرواش الصبر بس يقول لك إحنا نصبر مش قدامنا غير الصبر بقى وإن الله ونيرى وجود إحنا في مصيبة دلوقتي لا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال فالقرب من الله تبارك وتعالى بالقرب من الله تبارك وتعالى سيفتح الله علينا بركاته من السلام والأرض فقلت استغفروا ربكم إنها كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة إبقى تفكر إن استعادة في المال أو في الجاه أو في المنصر أو السلطان استعادة في الكرب من الله تبارك وتعالى فدهمنا الوقت وانتهى بسرعة ولا أبنك في هذا اللقاء إلا تقدم بخالص شكر لأخواي الحبين أشكر أخي وحبيل غالي الشيخ حازم فوزي شرفتاني الشيخ حازم ربنا يباري فيكم وينفى بكم من رب وأشكر موصول أخي وحبيل غالي الشيخ محمد بشر ربنا يرد عنكم وينفى بكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء إنه على كل شيء قدير وأشكر موصول الجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وأليكم أيضا أيها الشيطان الكرام دمتم في إيمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته